اشتركوا في القناة كنت اعطيتكم واجب في الحصة السابقة طلبت منكم ان ترسموا صورة شكل في تدريب رقم 6 بالانعكاس حول المحور ثم كتابة الازواج المرتبة للرؤوس الجديدة حيث تعلمنا في درسنا السابق كيف نرسم صورة شكل بالانعكاس في المستوى الاحداثي الآن كيف يمكن او ماذا ترون امامكم على تدريب رقم 6 في الشكل الموجود امامكم ماذا ترون ممتاز نرى مثلث مثلث باللون الازرق وماذا يسمى المستقيم باللون الاسود محور الانعكاس ممتاز محور الانعكاس كيف نرسم الآن صورة هذا الشكل المثلث كيف نرسمه باستخدام او بالانعكاس حول المحور الموجود باللون الاسود محور الانعكاس كيف نرسمه ممتاز في البداية ننظر الى احد رؤوس او نحدد احد رؤوس المثلث سأحدد الآن هذا الرأس ننظر الآن هذا الرأس الخطوة التالية ماذا ننظر هل الرأس او كم يبعد هذا الرأس عن محور الانعكاس نعد الآن كم يبعد هذا الرأس عن محور الانعكاس عدوا معي ممتاز 1 2 3 اذا نرسم مسافة رأسية الى محور الانعكاس واحد اثنين ثلاثة ثم ماذا ممتازين على نفس الاستقامة نمد المستقيم الجديد ثلاث وحدات بمقدار ثلاث وحدات ممتاز إذن نكمل ثلاث وحدات ممتاز ثم ماذا نضع النقطة ممتاز إذن هذه هي صورة النقطة في الدرس السابق عندما كانت النقطة تقع على المحور محور الانعكاس أين كانت تقع صورتها على المحور نفسه ممتاز تذكرون لما قلت لكم لما أضع إصبي على المرآة أين الصورة ممتاز تقع على نفس المرآة ممتاز الآن إذا أخذنا الرأس الثاني أين صورته على نفس المحور أيضا ممتاز الرأس الثالث أيضا على نفس المحور ممتاز إذن نستنتج إذا كان أحد أضلاع الشكل على المحور فأين تقع صورة ممتازين على المحور نفسه ممتاز جدا الآن عيننا الرؤوس الثلاثة ماذا نعمل؟ نصل بينها على التوالي باستخدام المصطرة والقلم نصل بينها بهذه الطريقة إذن الآن رسمنا صورة شكل بالإنعكاس حول محور لو راجعنا تعريف الإنعكاس للإنعكاس ماذا يعني؟ قلب الشكل ممتاز هل قلبنا المثلث؟ ممتاز قلبنا المثلث الآن المطلوب الثاني هو اكتابة ماذا؟ الأزواج المرتبة للرؤوس الجديدة نكتب الآن الأزواج المرتبة الآن لتعيين إحداثيات الرأس هذا الآن رأس الرأس هنا لتعيين إحداثياتها ماذا نفعل؟ ممتاز نتحرك أو نبدأ من نقطة الأصل إذن نتحرك من نقطة الأصل إلى أن نصل إلى أسفل الرأس إذن نتحرك وآحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ممتاز خمسة تعبر عن أي إحداثي؟ رائع الإحداث السيني إذن خمسة و خمسة وماذا؟ أن نتحرك الآن باتجاه أفقي إلى أعلى واحد إذن خمسة و واحد ممتاز بالمثل الآن بالمثل الآن إذا أردنا تمثيل إحداثيات الرأس الآخر إحداثيات الرأس الآخر الرأس الآخر هو كم؟ أو أين يقع؟ هنا ممتاز إذن نتحرك من من؟ من نقطة الأصل أبدأ من نقطة الأصل نتحرك على الإحمح ورسيني باتجاه أفقي إلى أن نصل إلى أسفل النقطة ممتاز إذن نتحرك بهذه الطريقة وصلنا إلى أسفل النقطة عند رقم كم؟ أو عند العدد كم؟ تسعة ممتاز إذن تسعة و الاتجاه الأفقي الآن الاتجاه الأفقي نصعد باتجاه الأعلى إذن إلى أن نصل إلى النقطة تقابلها كم؟ أربعة أو بمعنى آخر كم خطوة صعدنا؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة ممتاز النقطة الأخيرة من يعطيني إياها؟ رائع جداً النقطة الأخيرة عبارة عن ثلاثة وأربعة بنفس الطريقة السابقة كانت هذه إجابة سؤالنا سؤال الواجف للدرس الماضي نكمل الآن بتحقيق هدفنا للدرس وهو رسم صورة شكل بالانعكاس في المستوى الإحداثي الآن رح نرسم صورة الشكل هذا بنفس الطريقة أول خطوة ممتاز أختار أحد الرؤوس أخترت الآن الرأس هذا نأخذ منه ماذا؟ مسافة أو ننزل نقيس المسافة إلى محور الإنعكاس ممتاز بهذه الطريقة طيب الآن كم وحدة؟ ممتاز وحدتين على نفس الاستقامة نمد نمدها على نفس الاستقامة مسافة وحدتين أيضا ممتاز فنحصل على صورة النقطة نأخذ الآن النقطة الثانية بنفس الطريقة هذه النقطة الثانية أحد الرؤوس ننزل الآن مسافة أفقية مسافة عفواً على المحور بهذه الطريقة كم وحدة؟ رائع أربعة واحد اثنان ثلاثة أربعة على نفس الاستقامة نعين أو نتحرك أيضا مسافة أربعة فتصبح عندي النقطة بهذا الشكل نكمل الآن النقطة التالية هذه النقطة نتحرك أيضا أو نقيس المسافة كم المسافة؟ كم وحدة؟ إلى محور الانعكاس وحدتين ممتاز إذن وحدتين وحدتين نكمل على نفس الاستقامة مسافة وحدتين ممتاز ونعين النقطة بالمثل أيضا النقطة الأخيرة الرأس الأخير أو الرأس الرابع كم المسافة إلى محور الانعكاس؟ كم المسافة؟ أربعة واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة المسافة يجب أن تكون عمودية ثم بنفس الاستقامة أو على نفس الاستقامة ونفس المسافة واحد اثنان ثلاثة أربعة ونعين النقطة الخطوة التالية رائع نصل بين هذه النقاط نصل بين هذه النقاط باستخدام طبعا المصطرة بخطوط مستقيمة نصل الآن بهذه الطريقة رأس الأول بالثاني الثاني بالثالث الثالث بالرابع الرابع بالخان عفوا الأول بالثاني بالثالث بالرابع والرابع نصله بالأول ممتاز الآن ماذا يسمى الشكل باللون الأزرق؟ ماذا يسمى الشكل باللون الأزرق؟ الأصل ممتاز باللون الأخضر هي الصورة ممتاز المستقيم باللون الأسود محور الانعكاس ماذا حدث للشكل؟ قلب ممتاز هل تم تدويره؟ لا ممتاز إذن فقط قلب للشكل أعطيني الآن أو نأخذ الآن الرؤوس الرؤوس الإحداثيات الرؤوس الآن الرأس باللون الأزرق الآن هنا واحد أفقي اثنان لأعلى إذن الرأس واحد واثنان الرأس الثاني من يعطيني الرأس الثاني؟ هذا ممتاز واحد كم صعدنا؟ ستة رائع جدا إذن واحد وستة بالمثل الآن واحد الرأس هذا الآن واحد اثنان واحد اثنان ثلاثة وصلنا إلى أسفل النقطة نصعد إلى أن نصل إلى النقطة إذن ثلاثة وأربعة الآن تبقى لنا الرأس الأخير الرأس الأخير في الأعلى كم؟ ثلاثة ورائع جدا ثلاثة وثمانية ثلاثة وثمانية كتبنا الآن أو رسمنا صورة الشكل وأوجدنا وكتبنا الأزواج المرتبة للرؤوس مثال آخر مثال آخر لرسم صورة شكل الآن الشكل اللي موجود أمامنا ماذا نرى؟ شكل رباعي ممتاز وأيضاً مستقيم المستقيم الأسود ماذا يسمى؟ رائع محور الإنعكاس ممتاز الآن لتعيين الصورة الشكل أو رسم صورة الشكل نفس الخطوات النقطة الآن النقطة الأولى الرأس الأول للشكل الرباعي كم المسافة الأفقية واحد ممتاز على نفس الاستقامة نتحرك أيضاً واحد فتصبح النقطة الجديدة هنا بالمثل الآن الرأس الثاني الرأس الثاني كم المسافة؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة ممتاز وعلى نفس الاستقامة واحد اثنان ثلاثة أربعة طيب الآن الرأس الثالث الرأس الثالث نطبق طريقتنا السابقة حتى تتمكنوا منها كمراجعة الآن نأخذ الرأس الثالث ونرسم مستقيم إلى محور الانعكاس حتى نقيس المسافة بهذه الطريقة نحن لا نحتاج إلى هذه الخطوة في الرسم لكن إذا كنت تعتقد لازلت محتاج لها ممكن تقوم بها إذن الخطوة هذه رسم الخط ليست ضرورية الآن المسافة كم واحد اثنان ثلاث أربعة على نفس الاستقامة بهذه الطريقة أربع وحدات ثم نعين النقطة تبقى لنا الرأس الرابع أين هو الرأس الرابع على محور الانعكاس إذا ما هي صورته هي نفسه ممتاز إن صورته هي نفسه إذن هذه الطريقة حصلنا الآن على أربع رؤوس للشكل أو للصورة نبدأ الآن نصل بينها بخطوط مستقيمة باستخدام المصدر على التوالي بهذه الطريقة نتخيل الآن محور الانعكاس كأن المرآة هل انقلب الشكل؟ نعم انقلب الشكل إذن هذا الآن انعكاس للشكل نكتب الآن إحداثيات الرؤوس الرؤوس الجديدة نبدأ بالرأس الذي يقع على محور الانعكاس كم إحداثياته؟ من النقطة الصفر إلى ستة ثم صعدنا كم؟ خمسة ممتاز إذن ستة وخمسة الإحداثي الآخر الإحداثي الآخر الإحداثي الآخر نتحرك كم؟ من نقطة الأصل إلى أن نصل إلى أسفل النقطة نتحرك إذن إلى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة هل وصلنا إلى النقطة؟ لا وصلنا أسفل النقطة إذن نحتاج إلى أن نصعد إلى أعلى بمقدار كم؟ الآن لو صعدنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى أن نصل إلى سبعة ممتاز إذن الإحداثي سبعة و سبعة نأخذ الآن الرأس هذا الرأس الآن واحد اثنان ثلاثة نتحرك على مسافة أفقية إلى أن نصل إلى أسفل النقطة أو أسفل الرأس الآن وصلنا في تدريج إلى تسعة إذن هنا عشرة إذن عشرة و على محور صاد الاتجاه الأفقي رائع جدا كام؟ أربعة ممتاز النقطة الأخيرة من يعطيني إياها رائع جدا عشرة و سبعة ممتاز عشرة وسبعة أعتقد أنكم تمكنتم منها جميع الدروس السابقة كنا نكرر نفس الطريقة إذن الآن رسمنا صورة شكل بالإنعكاس وهذا هو هدفنا الأساسي في درسنا لهذا اليوم سؤال الآن أذكر رقما لا يتغير إنعكاسه حول محور عمودي السؤال يحتاج إلى بعض التأمن أذكر رقما رقم ماذا أقصد برقم؟ الأرقام من صفر إلى تسعة هذه الأرقام إذن من صفر إلى تسعة أريدكم أن تفكروا في رقم لا يتغير إنعكاسه حول محور ماذا؟ عمودي خلونا نبسطها أكثر لو أخذت الآن الأرقام أو قرأته في المرآة يعطيني نفس القراءة يعني لا يتغير الرقم من هو؟ واحد ممتاز واحد إجابة صحيحة هل يوجد إجابة أخرى؟ ممتاز واحد لو قرأته في وضع الطبيعي أو قرأته أمام المرآة جربوها سوف يكون نفسه واحد لكن ماذا عن الثلاثة؟ أقرأها ثلاثة لكن إذا نظرت إليها في المرآة ماذا يحدث لها؟ تنقلب ممتاز إذن لا تصبح نفس الرقم ثلاثة إذن تتغير تتغير إنعكاسها أيضا من ضمن الأرقام سبعة نظرت لها في المرآة أو نظرت لها خارج المرآة رح تعطيني نفسها الرقم سبعة إذن الإجابة واحد هذه إجابة ممكنة وممكن طالب آخر يجيب إجابة أخرى ولدكم مثلا سبعة الآن سؤال آخر طبعا هذه الأرقام حتى تتضح أكثر هذه الأرقام لو نظرنا لها في المرآة الرقم واحد نفسها واحد في المرآة ما رح يتغير لكن ثلاثة رح يتغير قراءتها الآن ماذا لو غيرت في السؤال وطلبت ذكر ثلاثة أرقام أريد الآن ثلاثة أرقام لا تتغير لا تتغير بعد انعكاسها حول محور ماذا أفقي الآن المرآة في السؤال السابق كانت عمودية الآن المرآة سأضعها أفقية هل تعرفون ما معنا أفقي؟ أفقي يعني بهذا الشكل يعني كأن مثل الأفق تذكروا دائما الأفق أفقي يعني مثل المحور السين طيب الآن هذا المرآة لو كانت أفقية ووضعت أي الأرقام التي عندما أضعها أقرأها أو أقرأها في المرآة تعطيني نفس القراءة أقرأها لا تنعكس يعني يصبح نفس الرقم لو وضعت السبعة تخيلوا معي السبعة الآن نحاول نتخيلها هذه السبعة وهذه مرآة ماذا يحدث للسبعة في المرآة؟ ماذا يحدث للسبعة؟ إذا قرأتها في المرآة لو جربتموها ستصبح كم؟ ثمانية تختلف إذن هل سبعة إجابة صحيحة للسؤال؟ لا أعطوني أرقام لا تتغير مهما أو لو قرأنا نعكاسها حول محور أفقي ممتاز ممكن الأربعة ممكن أيضا واحد وممكن أيضا خمسة ممتاز جميعها إجابات صحيحة إذن الإجابة واحد أربعة خمسة جميعها إجابات صحيحة سؤال الآن الآن أنتهينا من رسم صورة شكل بالانسحاب في الدرس السابق والآن في درسنا اليوم انتهينا من طريقة رسم صورة شكل بالانعكاس الآن زميليكم يزيد وطلال رسماء انعكاس لمثلث حول محور عمودي الآن هذا يزيد وهذا طلال حاولوا رسم انعكاس لصورة المثلث هذا هذا هو الأصل طيب الآن يريد الآن كلاهما رسم صورته بماذا؟ بالانعكاس حول المحور العمودي أيهما كان رسمه صحيحا؟ ولماذا؟ هل يزيد إجابته صحيحة؟ يزيد ماذا فعل؟ يزيد أزاح الشكل سحب الشكل هل دوره؟ هل قلبه؟ ممتاز إذن هنا يزيد ماذا فعل؟ يزيد أجرى ماذا؟ انسحاب إذن يزيد أجرى ماذا؟ انسحابا بينما طلال طلال ماذا فعل بالشكل؟ قلب الشكل ممتاز إذن طلال أجرى ماذا؟ انعكاسا طلال أجرى انعكاسا إذن أيهما إجابته أو كان رسمه صحيحا؟ من هو؟ طلال ممتاز السبب لأنه يزيد أجرى انسحاب ولم يجري انعكاسا تذكروا دائما أن المحور الانعكاس كأنه المرأة يقلب صورة الشكل طرحت عليكم سؤال في الحصة السابقة ما أوجه الشبه والاختلاف بين الانسحاب والانعكاس؟ بعض الزملاء يخطئ في إيجاد صورة الشكل بالانسحاب والانعكاس كما رأينا يزيد وطلال كيف أو ما هو أوجه الشبه والاختلاف بين الانسحاب والانعكاس؟ الانسحاب والانعكاس كلاهما يشتركان أنهما رائع تحويل هندسي هل يغيران الشكل؟ لا صورتي في المرأة نفس صورتي الآن أجريت إزاحة نفس شكلي لم يتغير إذن يحافظان على الشكل يحافظان على القياس؟ رائع نفس القياسات لا تتغير إذن الانسحاب والانعكاس كلاهما تحويل الهندسي يحافظان على الشكل يحافظان على القياسات لكن الانسحاب ماذا يحدث للشكل؟ الانعكاس عفوا ماذا يحدث للشكل؟ قلب ممتاز لكن في الانسحاب نفس الشكل لكن إحنا غيرنا مكانا أو أزحنا فقط إذن الإنعكاس نقلب الشكل الإنسحاب لا يحدث قلب هل يحدث تدوير في الإنسحاب والإنعكاس؟ كلاهما لا يحدث فيهما تدوير وإنما تدوير يحدث في تحويل هندسي آخر سنتعرف عليه بإذن الله بالحصص القادمة إذن وجه الشبه والاختلاف بين الإنسحاب والإنعكاس كلاهما تحويل هندسي تكون الصورة فيه مطابقة للأصل من حيث الانقياس من حيث الشكل لكن الفرق أن الإنسحاب يحرك الشكل من مكان إلى آخر دون تدوير أو قلب بينما في الإنعكاس يحدث ماذا؟ يحدث انقلاب للشكل مثل الآن الصور أو الأشكال الموجودة أمامكم في آخر درسنا الماضي أضفنا أو لخصنا درس الإنسحاب بهذا الشكل أو بهذا التنظيم التحويلات الهندسية ذكرنا أنه يوجد أنواع من التحويلات الهندسية درسنا منها الإنسحاب وذكرنا أن الإنسحاب هو إزاحة إزاحة للشكل دون ماذا؟ دون تدوير لا ينتج عنه تغيير لا قياسات ولا شكل كانت من ضمن الانسحابات اللي إحنا سويناها انسحاب أفقي، انسحاب رأسي، انسحاب قطري متى ينتج الانسحاب القطري؟ إذا كان لدينا انسحاب أفقي ورأسي في نفس الوقت درسنا اليوم الإنعكاس الإنعكاس قلب شكل هندسي حول ماذا؟ حول مستقيم يكون لدينا مستقيم من يسميه كأن المرآة الحصول على مرآة لهذا الشكل الإنعكاس لا يغير القياسات مثل الانسحاب ولا يغير الشكل ولا نوعه فقط يقلب الشكل تبقى لنا نوع آخر من أنواع التحويلات الهندسية سندرسه بإذن الله في الحصة القادمة إن شاء الله تعلمنا اليوم كيف نرسم صورة شكل بالانعكاس في المستوى الإحداثي كانت مفرداتنا الانعكاس ومحور الانعكاس لديكم واجب تدريب 17 صفحة 178 بالإضافة إلى تكليف أطلبه منكم ترسموا دائرة على ورق شفاف ثم تقوموا بطيها بهذا الشكل ورسم خطوط الطي لأننا سنحتاج إليها بإذن الله في درسنا القادم بهذا نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم أتمنى أن تكون وصلت إليكم مفاهيم هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر